نظم مركز الشارقة للشعر الشعبي تابع لدائرة الثقافة فعاليات الملتقى الشهري للشعر الشعبي والتي أقيمت في قصر الثقافة بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة وراشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي ولفيف من محبي الشعر وفي الملتقى الذي أداره راشد القناص شارك الباحث السعودي عبداللطيف الوحيمد بورقة بحثية بعنوان مظاهر التجديد في الشعر الشعبي الحديث في المملكة العربية السعودية ورفق الملتقى أمسية شعرية شارك فيها شعراء سعوديون وهم عايد رشيدي وخالد أزيادي واتهان التميمي ودلال القحطاني وقدم الشعراء قصائد في أغراض متنوعة تفاوتت في مضامينها ومدلولاتها الوطنية والاجتماعية والذاتية